ذكر تقرير أعده مركز الروابط للدراسات الستراتيجية إنه على الرغم من محاولات خلط الأوراق في العراق كمحاولات تأجيل الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في تشرين الأول القادم فقد أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن حكومته ماضية في تطبيق برنامجها رغم مساعد تأزيم المفتعلة كما وصفها مؤكداً أن الانتخابات النيابية في موعدها دون تغيير لا شك في أن أهم متطلبات إعادة نهوض الدولة التي يحتاجها العراق حالياً تتمثل في ضرورة إعادة سيادة الدولة على أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية والشروع بوضع حجر الأساس لإرساء مشروع بناء الدولة ربما تكون هذه هي الفترة الأنسب للعراق ليستعيد ذاته ومستقبله ويتخلص من النفوذ الخارجي على قراره السياسي والاقتصادي والأمني وربما لم يحدث منذ العام 2003 أن توفرت عناصر تساعد العراق على أن يعيد توجه قاطرته السياسية باتجاه بناء الدولة الوطنية والتخلص من الفساد الكاظم الذي دعا إلى عقد حوار وطني بعيد مغادرة الباب الأراضي العراقية والعودة إلى بلاده ضرر تلك الدعوة بأن العراق أمام فرصة تاريخية لاستعادة دوره في المنطقة والعالم رغم كل العقبات والتحديات مشددا على أن حكومته متمسكة بإرادة الشعب في تحقيق الأمن والسلام الكاظمي دعا جميع المختلفين من قوى سياسية وفعالية شعبية وشبابية احتجاجية ومعارضين للحكومة دعاهم جميعا إلى طاولة الحوار المسؤول أمام الشعب وقال ندعو قوانا وأحزابنا السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي إلى التهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة وأكد الكاظمي أن الحكومة تحتاج إلى الوقت الكافي لحماية البلاد وترتيب البيت الوطني مشيرا إلى أن تأزيم الأوضاع لا يصب في مصلحة أحد ولا بد من منح الحكومة الوقت الكافي للبناء وتأمين الانتخابات على أسس رصينة ونزيهة ما يمهد لإخراج كل القوات المقاتلة من أرض العراق ضمن آليات فنية وزمنية متفق عليها مع الحفاظ على أفضل العلاقات مع دول التحالف وبما يضمن سيادة العراق وأمنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر